رغم صعوبة الوصول لمثل هكذا مناطق والتي تعتبر مناطق عسكرية نشطة بالعاصمة السودانية الخرطوم كاميرا العربية الحدث تتمكن من الدخول إلى محطة محمود شريف الحرارية الكهربائية والتي تبادل فيها الطرفان الجيش والدعم السريع الاتهامات بمن قصف هذه المنشأة الحيوية تقع محطة محمود شريف الكهربائية بالمنطقة الصناعية بحري وهي ذات موقع استراتيجي لوجودها بالقرب من مناطق الانتاج والصناعات المختلفة وتبلغ سعة المحطة للطاقة 450 ميجاوات هذا الحريق لخطوط توصيل الكهرباء بمحطة محمود شريف الكهربائية نلاحظ أن هذه المنطقة بيئة الكامل احترقت خطوط الإمداد وخطوط توصيل الكهربائية أيضا تقطعت كذلك نلاحظ أن عمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف وهذا الحريق الذي ترتفع فيه ألسنة اللهب وأعمدة الدخان منذ أكثر من أسبوع بمحطة محمود شريف الحرارية بمدينة بحري ومع استمرار تدمير المنشآت الكهربائية وعجز فرق الإطفاء والكهرباء من الوصول إليها انقطعت الكهرباء عن أغلب أحياء العاصمة السودانية الخرطوم ما يصعب حياة المواطنين وسط المخاطر المتزايدة عجزت معدات الإطفاء عن إخماد هذه النيران بمحطة محمود شريف الكهربائية وحتى هذه النيران تسدت الطريق قمام الوصول إلى محطات ومفاتيح التحكم داخل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة بحري النيران ما زالت تشتعل وهذه المشاهد التي نراها حصريا على قناتي العربية والحدث أجزاء كبيرة من محطة محمود شريف الكهربائية الحرارية بمدينة بحري تضررت النيران ما زالت تشتعل داخل المنشآة الحيوية الدعم السريع اتهم الجيش السوداني بقصف المنشآة الكهربائية بمدينة بحري بينما الجيش أيضا قال بأن الدعم السريع هو من أضرم النيران داخل هذه المنشآة الحيوية أمار ابو شيبة لقناتي العربية والحدث محطة محمود شريف الكهربائية الخرطوم بحري